أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملق وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو الأزيز القفور الذي خلق سبع سماوات تباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر حل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاصيا وهو هسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصوبيح وجعلناها رجوما للشياطين وعددنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جحنم وبئس المسير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيث كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها لم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو جحروا به إنه عليم بذات السدور ألا يعلم من خلق وهو اللتيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض دلولا فامشوا في مناكبها وقلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أي يخصف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صفات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عطو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أحدا أمن يمشي سويا على سراط مستقيم قل هو الذي أنشاكم وجعل لكم السمع والأبصور والأفدح قليلا ما تشكرون قل هو الذي درعكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن ترجمة نانسي قنقر